هذا الباب حكاية هذا الوطن الممتد من غزة إلى المحافظات الشمالية نتابع وإياكم بعدسة الكاميرا منزل الأسير أيصر البرغوثي حولته قوات الاحتلال لهذا الركام كما هو الحال أيضا في منزل الأسير خالد الخروف في حي مشرائط بمدينة البيري لم يبقى لهذا المنزل سوى صورة لكنها دون ألوان وكذلك ذكرى تبقى محفورة في العائلة هدم المنازل والتشريد والترحيل دون توقف يختزل هذا المشهد سنوات النكبة عام 48 حتى اليوم حصار طيلة الليل وأصحاب المنازل في العراء وقتل وتشريد بالجوار هنا في حي بطن الهوى بمدينة رمالة وكذلك الحال وانطباق المشهد في حي مشرائط بمدينة البيري منزلاء الأسيران أيصر البرغوثي وخالد الخروف فجرهما الاحتلال وحولهما إلى كومة من الركام خلال الاقتحام أصيب أكثر من خمسة شبان بالرصاص الحي نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رمالة لتلقي العلاج فيما لم تسلم مركبات المواطنين من اعتداء جنود الاحتلال حيث تم استهدافها بالقنابل الغازية في الضفة الغربية ومنذ عشرة أشهر هجر الاحتلال نحو 1400 مواطن وهدم قرابة 400 منشأة ومنزل وذات العدد أخطر لهدم منازل أخرى من مدينة رمالة علي ضرعلي تلفزيون فلسطين